أستاذ طارق يمكن ست سنوات من الرؤية والإنجاز مصر إنجازت فيهم على الأرض في القطاع الاقتصادي اللي ما تحققش على مدار عقود طويلة مضت ويمكن إحنا مرينا بفترات صعبة جدا على مدار العشر السنين اللي فاتت ويمكن مصر قدرت إنها تتخطى هذه الصعاب بحرافية الحمد لله من وجهة نظر حضرتك يعني إيه اللي تم في الاقتصاد المصري على مدار ست سنوات الأخيرة خلينا نعدي مرحلة الخطر أستاذ إسماعيل حقيقة قبل ما ابتدي في الخطوات اللي تمت في بناء الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي المصري خلال الست سنوات الماضية لازم ما نخفلش إن لن يتأتى لأي دولة إن يبقى عندها إصلاح اقتصادي ونمو اقتصادي بدون ما يبقى عندها الحقيقة ثبات في الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي استقرار الأمني مصر الحقيقة خليني أرجع الورى أشوف قبل 30 ستة 2013 كان التهديدات اللي بتتعرض لها الدولة شكلها إيه؟ حاليا الدولة استقرارها الأمني استقرارها العسكري حماية حقوقها حرب ضد الإرهاب النجاح في التغلب على البقر الإرهابية ده كله بيؤدي إلى استقرار أمني اجتماعي ما بين المواطنين يؤهلني إن أنا يبقى عندي انطلاق في النمو الاقتصادي كمان لا نخفل السبات والاستقرار السياسي مصر الحقيقة خلال جمهورية مصر العربية منذ قادة سيادة الرئيس من 2014 حققت تفارات وخطوات ونجاحات سياسية على مستوى إقليمي في أفريقيا على مستوى الدول العربية على مستوى الدول الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الكتلتين سواء الكتلة الشرقية أو الكتلة الغربية بتوازن الحقيقة وبقال ندور في مجلس الأمن بقال ندور في الجماعة العامة للأمم المتحدة بقال ندور دولي وثقة الدولي يؤهلنا لنمو اقتصادي سليم يعني حارك شايف أنه الاستقرار الأمني والسياسي وكمان حارك أضافت إليهم تطوير وتوطيد العلاقات الخارجية لمصر على المستويات المختلفة سواء المتكلم على المستوى الأوروبي أو الأمريكي أو حتى المستوى الشرقي ويمكن كمان الدول الأفريقية ده ساعد مصر أنها تبقى عندها قاعدة وركيزة أساسيا أنها تبدأ تطور نفسها اقتصادية أكيد ده كمان بيؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب في مصر لأنه يبقى عندنا توازن في علاقتنا مع كافة المحاور وبتدي ثقة لأنه زي محارك عارف المؤسسات التقييم الدولية الريتنج إيجنسي الثقل السياسي البوليتيك الريسك لوزن موجود فيه توازن في هذا الأمر وتوازن في الاستقرار العسكري والأمني وإحماية الحدود للدولة بيبقى له الحقيقة جزء وزن مهم جدا في التقييم وهذا الحقيقة ما نتمتع به حاليا في وطننا الغالي على مدار ست سنوات اللي فاتت يمكن ست سنوات من الرؤية والإنجاز قيادة سياسية لها رؤية مؤسسات للدولة عندها قدرة كبيرة على التنفيذ أنها تبدأ تطور وخاصة كان من أهم ما شفناه من إنجازات كان برنامج الإصلاح الاقتصادي من وجهة نظر حضرتك كيف تثمن نجاح مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي حصل في نوفمبر 2016 كبداية يعني واستمر على مدار ثلاث سنوات خليني أقول له حريكا يسمعين قبل ما نتكلم في الإصلاح الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي له ركائس بردك أخرى غير الإصلاح الأمني والسياسي هي البنية التحتية البنية التحتية اللي هيعتمد عليها الإصلاح الاقتصادي صحيح ما فيش بلد حتى تنمو اقتصاديا من غير ما يبقى عندها بنية تحتية في الطاقة إحنا الطاقة عندنا قبل 2013 سواء في الكهرباء أو الوقود كان فيها مشكلة مصر كانت دخلة على ضلام بالضبط أنا شخصيا في بيتي يعني كنت من الناس اللي اشتريت مولد في البيت اهتمام الدولة واهتمام الحكومة واهتمام مؤسسة الرئاسة بأنها تدعم الطاقة بالمحطات الجديدة اللي اتعملت المحطات تدعم الطاقة كمان باكتشافات الغاز اللي كانت موجودة وبالشراكة الأوروبية والشراكة مع أي جهة حتفيد جمهورية مصر العربية باكتشافات بترولية وإكتشافات غاز ملف الطاقة من ملفات اللي ساعد على النمو الاقتصادي مفيش اقتصاد حيوبنا بدون شبكة طرق عالية صحيح أمريكا لو رجعنا الورا سنة 29 في الأزمة اقتصادية الكبرى كان أهم حاجة ركزوا عليها إنهم يبنوا شبكة طرق واتصالات صحيح لما أبني أكتر من 4500 كيلو متر شبكة طرق في مصر نمرة واحد فيها أن أنا بحافظ على صحة وإصابات وحوادث المواطنين ونمرة اتنين فيها سهولة النقل للمواد القام والمعدات والمواد الغذائية وانتقالات الأفراد حركة التجارة والزمار ده طبيعي بالضبط الأنفاق اللي اتعاملت تحت قناة السويس بعد ما عندي نفق واحدة ما عندي أربع وخمس وستة نفاق الكباري محور قناة السويس الجديد الهيئة الاقتصادية في قناة السويس كل دي كانت بنية تحتية علشان يقدر أعمل نموه اقتصادي مبني على أرض صلبة الحقيقة لو دخلنا على ملف الإصلاح الاقتصادي بداية ملف الإصلاح الاقتصادي هو بناء جسور الثقة مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي البنك الدولي الاتحاد الأوروبي وده الحقيقة ما تم في التجهيز لي في سنة الربعة عشر وخمستاشر إلى أن انطلق في نهاية سنة ستاشر سواء على المحور المصرفي والنقدي من خلال البنك المركزي المصري أو على سواء على المحور المالي من خلال حكومة ووزارة المالية يعني حرد شايف أنه كان فيه دور كبير لجهاز المصرفي طبعا بعد أن الدولة نفسها اشتغلت على تهيئة البنية التحتية الدور اللي قام به البنك المركزي يمكن كان من أهم العناصر اللي اشتغل عليها البنك المركزي والسياسة النقدية وتحديدا فيما يتعلق بملف سوق الصرف مصر حضرتك عارف أنه كان فيها سوقين للعملة أكتر من سعر في السوق كان فيه تضارب وتخبط والمستثمرين طبعا ما بيدخلوش أسواق فيها هذه النوعية من إدارة سوق الصرف أو المشاكل اللي بتواجه إدارة سوق الصرف يعني إزاي مصر قدرت تنجح في ملف تحقيق الاستقرار في سوق الصرف البنك المشي بنتكلم على الأسعار لكن بنتكلم على الاستقرار في السوق نفسه الاستقرار جاي من الثقة والثقة هي الأساس بتاع النجاح فالحقيقة هدلل على حضرتك مش هقول معدلات تضخم تمت سيطرة عليها من 30% لأقل من 6.5% دلوقتي مش هقول إن سعر الدولار قدام الجنيه المصري الزيادة اللي حصلت له نتيجة أزمة الكورونا وإن المستثمرين على مستوى العالم بيحولوا استثماراتهم لكاش لأن هم بي بي بالسنديق الاستثمار الأجنبية عملت السنتقول بيسيلوا استثماراتهم يعني هل توسوي بيسيلوا استثماراتهم بها؟ بيسيلوا استثماراتهم من كل العالم مش من عندنا بس النجاح اللي تم خلال الفترة اللي فاتت في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في مرحلتين مرحلة أزمة الكورونا 2.2 مليار دولار أو 2.5 ملار دولار بالزبط المرحلة التانية الاتفاق اللي تم في أقل من أسبوعين مع صندوق النقد الدولي الحقيقة حرفيين ومش بياخدوا الأمور ببساطة بيحللوا تحليل باسترس تيستنج باختبارات ضغط عالية جدا البنك المركزي كان بيعمل فيه صمت خلال الفترة دي من أزمة الكورونا إلى أن تم الإعلان على موافقة الصندوق المبدئي إلى أن تم صرف الشريحة الأولى الأكتر من كده كمان في ظل الأزمة الموجودة لما جمهورية مصر العربية تطرح سندات دولارية في السوق العالمي ويتم تغطيتها أربع مرات بخمسة ونصف مليار دولار الحقيقة ده يعتبر نجاح للبنك المركزي مع وزارة المالية وده دليل ثقة المستثمرين الموجودين خليني أقول لحضرتك الإعلان اللي تم على زيادة الاحتياط النقدي في تلاتين ستة أعتقد أن احنا الحمد لله ونقول ما شاء الله ونمسك الخشب على أن احنا في ظل هذه الأزمة احنا زدنا بـ 2.2 مليار دولار غير أن عودة المستثمرين الأجانب في أول يوم البورصة فتحت فيه يوم الاتنين اللي فات وده دليل الثقة اللي أنا بقول لحركة عليها يحصل أن فيه تدفق استثمار مباشر من الأجانب في البورصة بـ 440 مليون دولار كل دي أسس ودلائل لنجاح الاقتصاد والإصلاح الاقتصاد